الانتخابات الأمريكية بالأمس كان فيها مشهد يمكن هنقول عكس كل التوقعات احنا كان ناس كتير قوي متوقعة فوز كاملة هارس استطلاعات الرأي كل الصحف والمواقع الأجنبية ناس في الشارع لما كنت بتسألها في الداخل الأمريكي هتنتخب منك؟ بيقولوا كاملة هارس وخلاص كانوا حاسيني النتيجة محسومة لكن الانتخابات بالأمس قلبت كل الموازين والمقييس بفوز ترامب صباح الخير سوزة دينا صباح الخير محمد طبعا اللي حديدك بتقوليه يعني ده صحيح انه يمكن كان فيه حالة من حالات المفاجأة لانه الناس كلها شبه كانت مؤهلة مع استطلاعات الرأي انه يا إما كاملة هارس هي اللي هتفوز يا إما على أقصى تقدير ان يبقى فيه تعادل بين الزب تعادل حتى بينهم ويحالي الأمر للمؤسسات للكونجرس مجلس النواب يختار الرئيس ومجلس الشيوف يختار النائب لكن اللي حاصل انه ترامب اكتسح اكتساحا شديدا جدا حصل على 277 صوت يعني تجاوز الحد المطلوب بسبع أصوات فيه فيما يعرف بالناخبين الكبار يعني اللي هو المجمع الانتخابي والأكتر من كده انه اكتسح كمان الكونجرس بمجلسه اللي هو مجلس النواب ومجلس الشيوف واكتسح أيضا السلطة القضائية اللي هي مكونة من سبعة خضاء محافظين اذا اصبح ترامب يمتلك سلطة مطلقة يعني اي تشريع او اي قرار او اي سياسة يريد تنفذها لن تجد عائقة لانه ما فيش حد هيقاوم هذا الامر طيب المسألة دي حصلت فجأة لا الحقيقة لم تحدث فجأة لانه استطلاعات الرأي ربما كانت تشير الى شيء وهنا يمكن نعيد التذكير بخبرة 2016 هيلاري كلينتون كانت كل الاستطلاعات بتقول ان هي هتفوز في حين انه كان ترامب هو اللي فاز عندنا قضايا داخلية هي اللي بتأثر على سلوك الناخب الامريكي يعني الناس كتير او يتقول السياسة الخارجية اصبحت يعني عامل مهم لا الحقيقة الناخب الامريكي وسلوكه التصويته هو مرتبط بدرجة كبيرة جدا بالقضايا الداخلية وترامب لعب على قضيتين اساسيتين حياتيتين بالنسبة للناخب الامريكي زي ما حضراتكم تعلموا قضية الاقتصاد وقضية الهجرة غير الشرعية قال انه هو شاطر جدا في الاقتصاد ودحائيه لانه فترة رئاسته كان فيه نمو اقتصادي امريكي وثبات الاقتصاد الامريكي ويعطاء فرصة للشركات الامريكية على حساب شركات اخرى اجنبية خصوصا الشركات الصينية وفي نفس الوقت قال انه هو حيمنع الهجرة غير الشرعية اللي هي اثرت على الناخب الامريكي من خلال فرص العمل البطالة زادت فرص العمل بقت اقل وبالتالي الناخب الامريكي هنا اصبح يعطي صوته لمن يحقق له رخاء داخلي طيب فيه سبب اخر بقى الحقيقة وده سبب مرتبط بالحزب الديمقراطي ذاته سبب مرتبط بالحزب الديمقراطي ذاته حضراتكم تتذكروا انه كان الرئيس بايدن هو المرشح تالحزب الديمقراطي وفجأة انسحب من السباق ثم ظهرت كاملة هاريس متجاوزة كل القواعد المؤسسية الموجودة داخل الحزب الديمقراطي يعني ايه كان المفروض انه هاريس تمر بما يسمى الانتخابات التمهيدي يحصل اختيار وتواصل والتخاب لشخص فجأة الناخب وجد دكتور محمد هاريس قدامه فكأن هذا بمثابة تصويت عقابي لرفض الناخب الامريكي تجاوز المؤسسية الموجودة داخل الحزب الديمقراطي وده يخلينا ننظر الى المسألة من زاوية تانية ان الحزب الديمقراطي ذاته يحتاج الى اعادة هيكلة واعادة النظر في اوضاعه الداخلية خلال السنوات الاربع القادمة وترامب اصبح واقعا كل العالم النهاردة بيبص يا ترامب حيعمل ايه ترجمة نانسي قنقر